هنتخانئ هنتخانئ لازم والله أقول لك الحاجة أنا بقيت يعني بحسي كده الأزاعي أبص على القصة أعرف مين الضيف بس خلاص عبطول عرفت خلاص ما أنا جاي عشان أتخانئ معك أنا جاي النهاردة بكرة أتخانئ معك بس أنت تحب الخناقات أو أن أنا هدفع عن أي حد بيبعتلي حتى لو هو ملوش حق أن أنا دفع عنه شوف ما بينه السطور أيوة أنت خبيرة إيه رأيك الأول في اللي عمله أولاد العامة؟ هل أنا من حقي لو أمي قدت لحد حاجة وتوفت؟ من حقي أن أقول يا عامة زي ما في عيال بتقول كده البعض مثلا إخواتي يقول له عامة بابا قال له هو عايش بابا ميت هاتو حاسبني هي غلطت عامته من الأول لي بقى؟ ستة اللي كتحسنت النية دي غلطتها عشان كتحسنت النية زادة عن اللزوم حتى مع عيالها كتعايزة تديها لو كتنقلت عقد التمليك بإسمه أو عقد الإيجار القديم بإسمه أو عملت أي حاجة يقول لهم لا معلش أنت الشيء بتاعتنا هي ستة غنية ومقتدرة وبتساعده لأنه قاربها فعادي يعني وإيه عشان غنية يجوا يورسوا من أبويا وأمي وإيه؟ إيه المشكلة طالما هي قرارت تعمل كده؟ مع هامين قال إنها مش مطلعة على الفلوس دي صدقة ولا مطلعها زكاة ولا وبعدين دي شقة أجار قديم طب ده حق من حقوق الأولاد ما هي شقة حتى تمليك يعني فهيها مدهاله لا دي شقة أجار قديم حق من حقوق يعني ده حق من حقوق ولادها؟ لا هو هو ولادها ما نقدرش اللومهم بس هي اللي غلطانه أنا لومها هي هي كانت المفروض تنهي القصة دي في حقاتها عشان ولادها ما يجوش يقوله الكلام ده كانت كدها بتوصية إنه شقة دي إجار قديم وهو يعرف بالقاعد فيها ما يطلعش السبت لما تلاقي إنه جوزها تايه بيخس مش عارف يجيب مصاريف منين مش عارف يعمل إيه أول حاجة الدعم النفسي بيبقى عمل إزاي أعمل إيه؟ يعني تدعمه نفسيا في إيه بقى بالزبط؟ أصل هو الدعم النفسي ده مش هيأكلها ولا هيشربها فاهماني؟ يعني برضو إحنا فاهمين الدعم النفسي غلط إحنا بنحاول نضحك على نفسنا في أوقات كتيرة ونقوله إحنا هندعم بعضها نفسيا بس دي ضغوط اقتصادية مضطرة إنها تعيشها هنعمل إيه؟ فهتدعمه نفسيا إزاي؟ ما تبطب عليه وأقوله كلمتين حلوين؟ وهي نفسها مضغوطة اقتصادياً هي نفسها عايزة تدخل على المدرسة مش عارفة عايزة تجيب لهم لبا مش عارفة عايزة تجيب لهم أكل مش عارفة مش عارفة تدفع فواتير الكهربة مفروض أحسسوا بكل ده؟ ولا فواتير المياه ولا فا... طب هتعمل إيه؟ ما هي برضو رخرة مزنوقة أيوة هنقعد كل يوم نتخانق ما أقوله الموضوع ده؟ مش بنتخانق إحنا مش بنتخانق بس أكيد في حاجة منخص علينا عاشتنا لازم بقى التفكير بره السندوق إذا كنا عايزين نفكر في حلول فلازم نفكر في حلول بره السندوق ما ينفعش نفضل قاعدين نقول طب هعمل إيه؟ طب ما هم فيش طب كان ممكن يسيب شغله مثلاً ويدور على شغلة تاني بمرطب أكبر كان ممكن هي تكرر أنها تنزل تشتغل وتشارك معي بدل ما هي فضلت قاعدة في البيت كان ممكن يفكر أن يدخل في مشروعه مع حد من أصحابه أو زميله ويفضل في شغلته كان ممكن ميت حاجة تانية لكن الحقيقة يعني أنا لومه شوية هو خاد الحل الأسهل إن هو يتجاوز واحدة تصرف عليه ولومها هي كتير لأنها مقدرتش إن هو ضحى يجي تضحيف حتى زادها تضحيت إيه معلش؟ بتقول لك الستة وحشة وكبيرة وأضحى بنفسه دكتور حمول فم قابل إنه يمكز الأسرة ما تستفزنين أنا ما أتكلم لجهد الرجل ضحى بنفسه ما تستفزنينش بيان فم قابل إنه يمكز الأسرة هاي فم قادر تضحيته هو كان عنده حلول أخرى بس هو برضو لخر كسة لي وخذبها لأسهل يعني هي لو كانت حلوة ما كنتش هتحس إن هو ضحى لا لو كانت حلوة كنت أشكر إن هو بتجاوزها وممكن ترى حلوة على فكرة بس داليا غيرانة لا لا داليا بتقول وحشة وكبيرة يا سلام واحدة بنصدق داليا بقى ما هو ممكن يكون كبيرة دي وفي رجلة بتقولك أنا أخدها كبيرة عشان الاحتواء احتواء إيه بس؟ أمومة واحتواء إلا هو عقلة واضجة وفهمة عايزة إيه وهو فهم هو عايز منها إيه وخلاص وهو بيحب داليا ومازال بيحب داليا ومعملش كده غير عشان يحاول يحافظ على الأسرة وعشان يوفر لهم احتياجاتهم فأنا متعاطف مع الراجل ده تمام؟ أنت إيه؟ أنت جيت أتعاطف معه؟ أه أنا جيت متعاطف مع الراجل ده دكتور حمول مجد دكتور حمول مستفزنيش والله ما يرفعش كده يعني متعاطف معه متعاطف معه إيه؟ عشان هو ملقاش فرصة تانية أنه يساعد أسرته واشمعنا جوز أنا اللي يعمل كده طيب أنا هقولك حاجة تتعاطف إيه؟ هقولك حاجة هقولك حاجة دلوقتي هم وهم عايشين عصفورين جمال وفقرانين ومش لقين يكلوا كانت الحياة جميلة؟ كانت هياة مبسوطة وصعيدة؟ ولا كانت الحياة سلبية وسيئة وفي كل يوم في مشاكل عشان إحنا مش عارفين ندفع لورانا؟ فإيه فلما أنت جبت لنا واحدة جميلة معنا طرف تالت بقيت الحياة ألز؟ لا على الأقل ما فيش الضغوط المادية والحياة بقت أحسن الخناقات اللي كانت كل يوم على الفلوس روحت انتهت فاهماني؟ وهي ما عارفتش إنه هو متجوز غير لما بدأت تشك وبدأت تشوف الشغل اللي ستة قلت لها هو أنت بقى داليا والكلمتين اللي حصلها دول لكن هي طول ما هي كتقعدة في البيت هي ما تعرفش إنه متجوز ولا حست بأي فرق والحياة كتماشية طبيعي أنت عارفة؟ أنت فكرتيني بقصة حد جاء لي العيادة واحدة ستة جاءت لي العيادة جوزها قرر إنه يتجوز عليها تمام؟ فهي قررت إنها هتطلق وتقول له لأ أنا عزم هتطلق إزاي تتجوز علي ومش عارف إيه وبتاع اتطلقت وبعدين بعد شوية قعدت سنة وحبت واحد متجوز وفقت إنها هتتجوزه جاية تسألني أنا كده صحة ولا غلط يعني أنت اتطلقت من جوزك هو عملها ترومة عملها ترومة ففتارت ليه تتحط في الموضوع عشان تقبل إنك تتجوز وتبقي الزوجة الثانية خلينا نقول داليا هترفض إنها هتبقى الزوجة الثانية تم استنم بس أعيز لها كل أحد مش هيجيلها فرصة غير إنها هتبقى الزوجة تانية أحيان عايز لك كل أحد ليه؟ ما فيه بيتجوزوا لسه ما تجوزوك بص انت بتتعمل إيه؟ عندها عيال شفتا لو كنتها كلمك في حاجة تانية خلتني عملك زي عندها عيال عندها عيال ومطلقة فإيه؟ بيلك الجوزة الثانية بتبقى أحلى جواز أيوة الجوزة الثانية إيه بقى؟ جوزة الثانية هتجوزها راجل متطلق هيجوزها راجل أرمل هيجوزها راجل عنده عيال وإيه يعني بس ما يجبليش واحدة تانية؟ ما هو في الآخر هتبقى هيها التانية برضه؟ ليه؟ ما هو هيكون مطلق وأرمل ماتت هبقى الثانية عليها؟ كانت معجوزها الأولى الزوجة الأولى يعني أنا هقول لك كمان مرة عيدها لك كمان مرة شوفوا أنا بيتكلم بهدوء ذلك أنا مشمريلي اللي أه خدت بلق والله العظيمة يعني أنا أخليني معجوزي اللي تجوز علي عشان لما أنا هاجي أتجوز الجواز اللي بعدها لما ربنا يكرمني كده ويديني حد يستهلني لازم أبقى أنا التانية؟ غالباً غالباً هي واحدة عندها عيال ومطلقة ففرصها مع أرمل مطلق واحد متجوز أنت بتساهم في أن المجتمع يبوز أكتر؟ أبداً لأنا بساهم في أن يحافظ على الأسرة بتحافظ على الأسرة يعني أنا نعود ويجيلي مشاكل نفسية عشان أحافظ على الأسرة وهي كان عندها مشاكل نفسية أو هي اللي بتضبور بزنة على خراب عشه وقعدت تدور عشان تتكتشف أنه متجوز واحدة تانية بس أنا أقول لك الحاجة ما خالف ما تقعد سكتة في قصة بقى بتقول لك انت فكرتني بالقصة اللي جاتلك في العيادة يعني أنت بتقول تقعد سكتة ماشي أنا معاك تعالي بقى تضيق قصة تانية بتقول لك أنا عرفت أن جوزي متجوز علي فتحت شبوقي وصيبته لما مات قالوا لها أنت كنت عارفة قررت لهم آه بس أنا لو كنت اعترفت بالكلام ده كان هي أقسم الأيام بيني وبينها وكان هيبقى موضوعي واضح الله يا سلام طيب هذه دلاليا عرفت بقى أنا دلاليا عرفت بقى يعني أنا كممكن أعمل لهم كمين هي غلطانة بقى من لهم وكان يتعالجوا نفسيا فهم؟ بس أنا دلاليا عرفت شمسك نفس كانت المفروضة هي فهمك وتسكت ما تعملش حاجة لأنه كان هيفضل بيروح للتانية ساعة ولا ساعتين وترزل لداليا واخدى الوجهة الأساسية والحياة الأساسية يعني أنا أعود أربع لحبوب نفسية ومهدئات وعمل نفسي مش عارفة انت شايف رجل ده خين بزمتك؟ خين؟ خين بس؟ انت شايف رجل ده خين؟ يعني هو استغل الست ها؟ الست اللي من دمه لحمه ومحتاج مشاعر هو استغلها؟ اه لا خالص ده الاستغلته مين؟ الست مديرته؟ اه طبعاً ده هو الاستغلتها ده هي اللي قررت تعمل ده هي اللي عجبت ديه وقررت انها تجاوزه وتصرف عليه كمان هي اللي قررت تعمل كده مش ممكن يكون هو اللي راح تغلب لها طب اقولك حاجة طب سهل قوي يطلق داليا تمام؟ ويعيش التانية بقى ما هو يحب التانية هتصرف عليه وتبغدده ويطلق داليا ويسيب عياله عمل كده؟ ما هو ممكن يعمل كده ما عملش كده له هو بيحب التانية بقى ومعجب التانية ولو عمل العكس طلق الست طلق الست انتواحدة باك بس هو ما عملش كده هو فضل ايه؟ ده بياخد من التانية عشان يدي عياله والتانية عارفة وموافقة ده بيجح لانه مين الاستغل مين؟ ده مش خاين لا لا مين الاستغل مين؟ هو بيجح خلاص؟ وما تزعلش مني هو ما عندوش دم هو احنا مش مشاعر هو احنا فلوس بس يعني انا ضحي بجوزي عشان يخشه مدارس البت هو اختار الطريق السحل هو غلطان انا ما قلتش ان هو مش غلطان هو غلطان هو غلطان اختار الطريق السحل لا لا انت قلت ان هو غلطان لان ما انا ضغطت عليه لا لا انا من الاول لا ده انت كان عجبك دلوقتي وشايف بطل ده انت كنت بتحلف فيه تبستاني بس انا من اول الحلقة بقول ان هو غلطان واشيل مسئولية بس انا متعاطف معاه وهو اللي عمله ده مش اسوق حال ده انت عمرك متعاطفت مع حد في السحل لا انا متعاطف معاه الحقيقين التأول واحد تتعاطف مع راجل خاين وباع نفسه مش خاين هو مش خاين هو باع نفسه هو دي انا معاكي هو باع نفسه بس هو مش خاين فعماني؟ هو ما خانش مراته هو اضطر بيق نفسه ويتجوز واحدة اكبر منه ووحشة عشان يساعد اسرته ويحافظ على البيت